قالت حركة حماس إن الدعاءات لاحتلال الإسرائيلي استخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس لأغراض عسكرية وزعم الاعتقال عناصر من المقاومة فيهما هو حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يسوقها لتبرير جريمة الحرب والانتهاكات الفاضحة بحق القطاع الصحي في غزة واستكمالا لحرب الإبادة والتهجير وجددت حماس تاكيدها على أن سياسة المقاومة هي تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي عن أي نشاطات عسكرية مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات